قد يصيب بعض نوع من الذهول وتعتري مجموعة من الأسئلة أولها أول سؤال هو المهم جداً ما فائدة علماء الدين والرجالة هذا السؤال مهم يقول لك الموجودين لك علماء الدين ألا يحيي هذا بأن الدين علم بوجه من الوجوه؟ ويسير لك أي واحد فيقول لك القرآن هو كلام الله ورسالته للبشرية نزل من السماء عن طريق جبريل العمين إلى نبي الله لبلغها للبشرية هذا النص هو اللي يقوم عليه الدين الإسلامي بأكاملة وها هي نقطة البداية المسلم ونقطة نهايته وكما أشرنا قبل شوية لموضوع تعريف الدين هذا النص أيضاً اللي هو قرآن كلام الله ورسالته للبشرية نزلت من السماء عن طريق جبريل إلى نبي الله رسوله أمين حتى يبلغها للبشرية هذا النص ما لا علاقة بالعلم هو متعلق بأشياء أخرى متعلق مثلاً بماذا تؤمن ماذا تصدق والإيمان والتصديق هنا غير مبنيين على دلائل قابلة لإثبات أو النفي علمياً أو قابل القياس أصلاً هو الإيمان نفسه موضوع غير قابل للدراسة فما هو الإيمان؟ هسا نسأل ما هو الإيمان؟ ستقول لي هو الإطمئنان القلبي حسناً معاكنا كيف أدرس إطمئنان قلبك؟ كيف أعرف أن قلبك مطمئن؟ ثم ربما أنت قلبك مطمئن إلى آخر يعتبر هذا ليس بإطمئنان إطمئنان هذا المؤمن ربما لا يتماثل مع إطمئنان المؤمن الآخر فكيف نقيس وكيف نخرج بنتيجة واضحة أو قاعدة علمية؟ لا يمكن بالتالي الإيمان يبقى تجربة شخصية تخص كل إنسان على حده وبالنهاية هو تصديق بأمور غيبية لم يقم عليها الدليل تسمى غيبية هي بالحقيقة ذهنية ولم تتم دراستها كما هو حال دراسة العلم في سابق العصور أيضا هناك مشكلة أخرى أن تحويل الدين إلى علم يضرب العلم ويضرب الدين أيضا هذه المحاولة للتعقيد الدين وتقعيدها هي ليست أكثر من محاولة رجال الدين التعقيد الأمور وخلق تحويل الدين إلى قضية معقدة وصعبة تجعل الناس دائما بحاجة لهم للتعامل مع النصوص وبالتالي يكسبون قدرا من التسلط على الناس وأيضا يكسبون الأموال هذا اللي حصل كل ما فعل المسلمين بعد موت الرسول يعني هو ما كان أحد الرسول يستسمح لهم دراسة أي موضوع دين وبالتالي لا يمكن يعني وصف ما فعل المسلمون بأيام الرسول بالعلم على عينه هم كانوا أبعلي بعد أيضا كل ما فعلوه كتبوا مواضع لا يمكن قياسها وبطريقة تفتقر لأي وسيلة للتجريب إضافة لأهم أنصر وهو أن عدام الحيوية نتيجة تنكيل السلطة أيا كانت تجاهها بمخالفيها أيا كانت أفكارهم وهذا ضربنا أمثلة لجعد بلدهم وأمثاله وغيران الدمشق أيضا لا بد أن نقول بأن الدين لم يكن ألمن ولن يكون أصل الدين هو المسألة هنا أصل الدين هو العقيدة العقيدة هو من العقد يعني تعقد الشيء يعني تعقد وتنهي الموضوع لا يمكن أن تفتحه وأن تناقشه أو تشكك به العلم هو فيه الشك يعني يبدأ من الشك ولماذا هو يضع الفرضيات والتجارب لأنه يشك ويضع القائد فهو يقول لك أنا لابد أن أوصل لنتيجة دقيقة واضحة فبالتالي أصل الدين هو العقيدة وهذه العقيدة تعتمد أساسا على الإطمئنان القلبي للشخص وهذا معناه هي غير خاضعة للعقل أصلا ناهيكة أن تكون علما أما الشريعة والتي هي أحكام عملية فهذه أحكام تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الوحي المنزل على محمد وهذا الوحي ليس مصدر من مصادر المعرفة الألمية حسب التعريف الألمي الذي قدمناه الشرع أيضا بهذا المعنى ليس بعلم الفقه أيضا ليس بعلم هذا العلم التجرح والتعديل كما يقولون ليس بعلم وهكذا باقي مخرجات الدين بأكملها هنا سننتقل إلى تعريف الدين بشكل عام نأخذ بعض المفاهيم هنا قلناه بالبداية عن الدين الإسلامي هو خذناه كمثال وتبرناه حالة خاصة من الأديان فهل أن ما قلناه حول الدين الإسلامي ينطبق على بقية الأديان؟ الجواب سيكون أنه أولا لازم نعرف هل أن الدين حالة أو ظاهرة؟ كيف؟ لابد أن ننتبه الدين هو ظاهرة في العلم ماذا نفعل؟ نحن نحاول إدراك موضوع خارجي نطلق عليه الطبيعة ونستخدم بذلك التجربة والتكرار العلم بالتالي هو يفسر أو مفسر للطبيعة العلم يترجم الظواهر والحوادث بلغتنا البشرية ويتنبأ بها كما فعلوا في أنه ترجم الظاهرة أو الصورة التي التقطها تليسكوب جيمس واب مثلا وترجمها إلى عين البشرية وإلى لغتنا البشرية أو البصرية لكي نعرفها وبعد ذلك هذه الظواهر التي رأيناها نتنبأ بها لكن ماذا يفسر الدين؟ هل يفسر الدين حاجة كما يفعل العلم؟ الدين أبداً لا يفعل هذا لا يفسر أي شيء بل على العكس تماماً الدين هو الموضوع الخارجي الذي يحتاج أن يفسر بالتالي الدين هو يحتاج إلى من يفسره السؤال الآن ما هو الشيء الذي يفسر الدين؟ طبعاً ليس العلم لأن العلم ما يقدر يعني ليس موضوعاً قابل للتجربة والتكرار أو النفي والإثبات الذي يفسر الدين فقط هو الفهم مرة ثانية الفهم هو الذي يفسر الموضوع الخارجي ألا وهو الدين إذن حتى ندقيق بالكلام هناك طبيعة وهناك مفسر لها هو العلم أيضاً من جهة أخرى هناك دين وهناك مفسر له وهو الفهم الآن كيف يفسر الفهم الدين؟ الفهم يعتمد على النصوص الدينية لتفسير الدين الطبيعة حتى تفهمها تستخدم العلم حتى تفسر الطبيعة حتى تفسر الدين تحتاج أن تفهم وحتى بتحتاج تفهم الدين تعتمد على النصوص لهذا الدين النصوص الدينية هي منقولة أو مقدسة المشكلة هنا تحدث هو نحن بالعلم نمتثل للموضوع الخارجي الطبيعي وننتظر التجربة هي التي تحسم قرارها وبعد ذلك لضاء النظرية مالك أما في الفهم فنحن لا نمتثل للنص الديني بل نفرض عليه ما يناسب أهوائنا وقيمنا وتقاليدنا وأديوريجياتنا بل نحن لا نكتفي بهذا بل أن النص الديني النفسي الذي يعتمد عليه الفهم بالتفسير لم تثبت صح صدقيته ودلالته القطعية بأنه نص ثابت غير متبدل كالطبيعة هذا مشكلة أما منهجية الألم فقوية ورصينة وبالتالي لا تقارن بمنهجية الفهم التي هي ضعيفة وبسيطة ومعني بقية طبعا ما أتحدث بالهرمناطيكا أقول الآن فهم الفهم حتى إذا اتفاقنا على أن هذا الفهم منهجية قوية أنت نأتي مشكلة فهم الفهم هاي شغل الهرمناطيكا وأرعي سوي لحلقة خاصة عن الهرمناطيكا وتبدأ اللي بدأت إشلاير ماخر ووصلت دارتكاي وبعد ذلك إلى قادامير وأيضا علماء كثيرين هذا هنا القضية نعم هاي هي هذا مشكلة هذا هو الدين في الأخير كما أقول هو حالة شخصية تعتمد على الفرق يفسر بها ما يريد كيف ما يشاء الفهم بالتالي لا ليس له منهج وأدوات قوية كاشفة بل أدوات ضعيفة متكلسة غير متطورة الهلال خطورة ولا يتطور هذا الفهم إلا بإرجاء الدين للفرق نفسه بدون جعل شخص ينوب عنه يعني الشخص هو اللي يستخدم أدوات الفهم بنفسه بدون فرض أي فهم خارجي عليه لأن الفهم سبب بسيط لا يعتمد على التجربة ولا يعتمد على النتائج حتى يجري لشخص تجربة ويشوف نتائجها الرياضية والعملية جميع يرون نتائجها ويجربونها بأنفسهم فيوقنون بأنها صادقة بايشابه التجربة العلمية مثلا ترمي شيء على الماء مثلا يطفو على الماء تكرر التجربة عشر عشر مرة فبأي مكان بالعالم بعد ذلك هذا قطعة الخشب تطفو على الماء لا يقبل الخطأ ولا الجدل لكن بالدين هذا الموضوع صعب أو مستحيل أصلا والآن مشكلة يعني لماذا أدوات الفهم ضعيفة هي مشكلتها تكمن بالأساس بأن الفهم يحتاج إيمان بالنص الديني أو أي نص مقدس كان قبل فحصه ودراسته بل حتى بدون دراسته لا بد أن تؤمن بهذا النص وبما أنك آمنت مسبقا بهذا النص فأنك ماذا ستفعل؟ ستبدأ من نقطة وتحاول العودة إليها يعني عملية دورانية أنت وثقت بهذا النقطة وعندك إيمان فيها فبالتالي مهما فعلت ستحاول العودة إليها أثناء محاولتك هذه راح تحاول أن تصنع المستحيل من أجل العودة بسلام كامل بدون أن تخدش أي شيء تهدم المنطق تنقض الحقائق المهم أن توصل إلى مبتغاك المعد سلفا أو مسبقا لاستقبال النتيجة نفسها أي بما أنك مؤمن يكفي أن تؤمن أن هناك مثلا بغل لديه جناحين يطير في السماوات مثلا واسمه البراق مثلا هذا ليس يسهزاء إن نتحدث بشيء حقيقي أو شيء موجود بالنص الديني فما المال عندك؟ الأمر عقلاني جدا بالنسبة إليك وليس فيه أي إشكال منطقي وأنت كمؤمن مفروض عليك تؤمن بهذه المسألة ليست مسألة ذوقية أو أنا أسخر لا نحن لا نسخر هنا وحتى الذي يسخر من هذه الأمور لا نسمح له في هذه القناة ولا أحبذ أن نتحدث بهذه الطريقة أو نهبط إلى هذا المستوى أما في العلم أنت تبدأ من ظاهرة أن تتراها ورؤيتها وتحسسها أكبر دليل على وجودها بالنسبة لنا كبشر من ثم تجري عليها الدراسة وتضع الافتراض حول صيررتها وحركتها فإن اتفقت مع التجربة ستطلب من الآخرين يعني لا تخرج خاتفاً أنا الحقل والأوحد لا تسويت تجربة وطلعت نتائجها رح تطلب من الآخرين يكررون التجربة نفسها وين؟ في مختبراتهم هما بطريقتهم هما فإن ظهرت لهم نفس النتائج أو النتائج نفسها بالعربية السليمة النتائج نفسها ستعطيهم التنبؤات المستقبلية للظاهرة وإن صارت تنبؤاتك كما توقعت دراستك ماذا سيحدث؟ ستضع النظرية القابلة للدحض أيضاً في كل حين هذا هو الفرق بين الفهم للأدوات البسيطة والعلم للأدوات القوية والصارمة لذلك ترى العلم يتطور بشكل مذهل بالمقابل نرى الفهم ينتكس وينتكس بشكل مريع هذا اللي يرعب الدين باعتباره من بقايا الماضي في العصر الحديث ظهرت علوم مثل علم العديان وهو ليس علم الدين إنما علم العديان إنه الدين حاولت تحول إلى موضوع للدراسة هنا المسألة عندما يتحول إلى موضوع نرجع لبداية الحلقة ما تحدثت عن وضع الفروض والمنهجيات وبعد ذلك نضع قواعد العلم هذا العلم ماذا يفعل؟ هذا العلم يدرس التراث الذي تركته البشرية في محاولة تواصلها مع المقدس من أول العلماء كان هو مولر الألماني مولر أعتقد بالـ 1870 بعد ذلك ظهر من كبار علماء سبينسر عنده نظرية بأصل الأديان أيضا فرويد قدم نظريتها بالدين أيضا من كبار العلماء أيضا دوركايم هذولا درسوا الأديان بطريقة المية ودرسوها بطرق مختلفة الدرسوا التراث الشفاهي المكتوب المعمول أيضا هذا العلم غير معني بدراسة المقدس بنفسه ولا معني حتى بمعرفة جوهر الدين إنما ينظر للدين وكأنه ظاهر اجتماعي بفرضها باعتبارها بوجود مجتمع إنساني في ظروف معينة وهذه الظاهرة تتطور وفق إطارات وحاجات اجتماعية هذا العلم لا يدرس إن هذا الطقس الديني مثلا حرام أو حلال هذا يجوز وذلك لا يجوز هذا صح صحيح أو خاطئ لا مو صحيح أو خاطئ لأنه هذا صحيح والخطئ هو مفهوم حديث ما موجود عند الأجيان القديمة بل يدرسها فقط بتتبع تاريخ ظهورها وتأثيرها على المجتمعات هنا السؤال الأساسي هل أنا الدين خارج العقل؟ أنا أعتقد أو الصديق ستاري أعتقد لأن أنا بعد ذلك قدم فرشة العامة وبعد ذلك راح أطرح آرائي الخاصة بهذه كل تفصيل من هذه التفاصيل وهذه الشيء رادلها بحث طويل أعتقد أن الدين ليس مادة يمكن تمحيصها عقليا لماذا؟ لأن مصدر الدين الأعمق هو الشعور ولأن الشعور شيء صامت غير ناطق فحاول البشر التعبير عن شعوره الشخصي بعقلنة مشاعره وقناعاته الشخصية ومحاولة تخليصها من خصوصية فردية واجعلها مادة جعلها عمومية قادرة على الانتشار على مدى واسع بين البشر المشاعر بالتالي هي أحاسيس لا تخضع للعقل ولا يمكن إخضعها للعقل أو الدراسة أو التجريب وكذلك أيضا الحال مع الدين هو أيضا لم يظهر كفكرة عقلية يعني بزغت من تجربة طبيعية قابلة للتكرار والدراسة والتفكير بل هي مجرد ردفع النفسي بشري فردي أو جماعي قد يقول بعض أن القرآن حثنا على استخدام العقل والتأمل والتفكير وهذا بالتأكيد صحيح يعني لا يوجد شيء من أرث الماضي لا يدعو إلى استخدام العقل والتأمل والتفكير هذه ليست ميزة خاصة بالقرآن فقط يعني أنت عندما تدعو إلى التعلم والحكمة حتى قبائل أخزام أفريقية تطلب هذا لكن عندما نتحجز بهذه الحجة لا نفهم القرآن بطريقة صحيحة نعم تفكير هنا يأتي بالمعنى القرآن يأتي متى هنا توقيت التفكير واستخدام العقل والتأمل أنت هنا تستخدمه عندما فقط بعد التسليم المطلق فلا يمكنك الخروج بأفكارك مثلا خارج ما أسلمت به مسبقا لأنك عند ذلك ستكون كافرا وتخرج من قياض الإسلام والعقل بالنسبة للإسلام سأقوم بفصل خاص به هذا الفصل هو أن العقل ما يعاكس الجنون المجنون هناك المجنون والعقل هذا المعنى المحدد للعقل بالنسبة للدين الإسلامي وهذا ليس كرامي هذا ممكن تأكدون بأنفسكم هنا نرجع إلى موضوع الإيمان الإيمان غير قابل للقياس كما قلنا ولا للتجربة لأنه خارج الطاق العلم العلم بمعنى الذي تحدثنا عنه وليس الألم بالمعنى الديني اللدني كما يقول المسلمين أو الرجال الدين بالتالي كل شخص يؤمن بالطريقة التي يراها مناسبة له لذا كل شخص يستطيع التكلم عن الدين حسب إيمانه ممكن أي شخص يتحدث لا يمكن أن تقضي أحد يصل إلى صمرة لا يمكن أن تصل إلى صمرة أي شخص يصل إلى مسألة بسيطة ينفذوها ويؤمن ويدعي أنه مؤمن صدقاً أو كذباً أو إدعاءاً مهم هو مؤمن أيضا الدين من أشياء الأساسية لا يحتاج مختص حتى يتحدث بإسمها ولماذا؟ لأنه ليس بألم لكن المشكلة أين هي؟ المشكلة أختم بها وأقولها أنه مجتمعاتنا تريد أن تضع تذكر الآن في الدين في كل شيء هو يحتوي السياسة وهو يجتمع وفيه ثقافة وفيه علم وفيه طيب وفيه فلك وفيه فضاء وفيه سماء وفيه كل شيء وفيه أخلاق هو يحاول أنه صندوق الدنيا كل شيء يضع به هو هذا الدنيا هو الكارثة أين؟ لكن تريد أن تضع هذا كل شيء تجعله بديل عن التجربة والعقل العقل بمعنى الحديث وليس بمعنى اللغة والقديم ماذا نفعل هذا الشيء؟ لأننا لم نجد لنا مكاناً في قطار الحضارة فاستعظنا عنه بالدين لتعويض شعورنا بالإخفاق وأيضاً العلم لابد أن أختم مقولة لي أقول أن العلم ليس بالشيء السهل مثل الدين الدين ممكن أن تتحدث كما تشاء كما قلنا وتؤمن كما تشاء وتتوحد مع الآخرين لكن العلم يحتاج إلى تفرغ يحتاج إلى وقت يحتاج إلى تضحية يحتاج إلى دقة وعمل شاق إلى أبعد الحدود فهذا شيء ليس بالسهل بينما دين كلام في كلام في كلام شكراً جزيلاً وآسف على الإطالة مع السلام عفواً بالتكملة بالتكملة هذا الموضوع بالحلقة المفصلة ستحدث عن ما هو المنهج العلمي scientific method وأيضاً ستحدث عن علمنات العلم ولماذا نحن بحاجة علمنات العلم وباعتبار العلم يعني التفكير العلمي هو عملية خاصة بين العقل والطبيعة شكراً ومرة أخرى وإلى اللقاء قريب مع السلام أتمنى أسمع أراكم